توقعت تايوون أن يتم الانتهاء من تسليم أربع طائرات بدون طيار بانتراز MQ-9B وانضمام الحقاء اشارتها من الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2029 أي بعد نحو عام مما كان متوقعا نقلت صحيفة فوكس تايوون المحلية أن التسليم المقرر لأول طائرة بدون طيار ظل دون تغيير وهو 2025 والذي تم تفاوض عليه في وقت سابق من هذا العام وفقا للنظام المشاريات الإلكترونية الحكومية فإن طائرات الأربعة بدون طيار والأنظمة البلحقة ستكلف نحو 549 مليون دولار أمريكية